اسرائيل اعلنت واعترفت بانها هي التي قامت بتصفية محسن فخر زادة عالم الطاقة النووية الايراني الذي تم تصفيته يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ونصف بعد صلاة الجمعة داخل شوارع تهران اقرار اسرائيلي واحد المسؤولين الاسرائيليين رفض ذكر اسمه قال على العالم ان يشكر اسرائيل لانها حمت البشرية من هذه المخاطر التي كانت ربما تحدث بسبب تواجد هذا الرجل داخل قطاع الطاقة النووية الايرانية صحيفة تايمز اوف اسرائيل قالت المسؤول انه ده جنازة فخر زادة محسن فخر زادة والصحيفة الاسرائيلية قالت انه هذا الرجل شارك لسنوات يعني فيه عملية تخصيب وعملية ترتيب وكان هناك احد الشخصيات التي تتابعه عن قرب وشخصية اسرائيلية قالت ان اسرائيل تواصل العمل لحد من طموحات ايران النووية وده لخلال يعني الفترة الحالية اللي نشط فيها العمل الايراني النووي بروس ريدل مسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA قال العملية الاسرائيلية الخاصة باغتيال فخر زادة بأنها غير مسبوقة ده حاجة عظيمة جدا مضيفا انها لم تظهر اي علامة على ان ايران ردت عليها بشكل فعال بول يعني ما شفناش حاجة من ايران خلال هذه المرحلة او هذه الفترة بعد اغتيال محسن زادة او بعد اغتيال قاسم سليماني وانا زي ما قلت مبارح ان ربما تشتبك وترتبك وتختلط الاوراق بين الادارة الامريكية الحالية والادارة القادمة فيما يخص الملف النووي الايراني ترجمة نانسي قنقر